فالحرية أحبها اسمع اسمع واضح ليست الحرية هي لإشباع الرغبات الأنانية اللي فينا الحرية بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض فهي لخدمة الآخرين ليست الحرية أن أفعل ما أشاء ما أريد بل الحرية الحقيقية هو أن أفعل ما يريدهم الله فهي دعوة للحرية نحن غير عبيد الفساد مات المسيح ليحررنا من الخطية لا لنفعل ما نشاء هذا يعود بنا إلى عبودية الخطية احنا مدعوين للاستقلال للحرية ليس لفعل إرادتنا الأنانية ليس لتحقيق رغباتنا في فرق بين الحرية لفعل الخطية أو الحرية للخدمة فالحرية أحبائي مش بتقول أنا حر أنت مش حر أنك تأذي نفسك إذا بتشرب كحول أو مسكر وتدمن على المسكر فأنت عم بتأذي نفسك أو بتتعاطئ المخدرات أو التدخين أنت عم بتأذي نفسك ليس حرا أنه شخص بقولك أنا بدأ أتخلص من حياتي عاوز أن تحر فهو حر بيعمل ما يشاء ولكن برضو في الحرية مثل ما ابتديت أقول الحرية فيها مسؤولية الحرية بكل بساطة هي التحرر من الخطية من قيودها من عبوديتها من قساوتها من مراوغتها من بشاعتها من فضاعتها الحرية بتخليني أعيش مرتاح في سلام ضمير مرتاح الحرية هو أن أرضي الرب في حياتي فعلا بنام في الليل وأنا مفيش أي شيء علي لا شكاية ولا اتهام ولا زنب ولا ماضي كله تغطى في الدم ومشان هيك إحنا لازم نمارس إرسالية الحرية حتى نطلق الآخرين مثل مقالة يسوع لأطلق المأسورين أو المنصحقين بالحرية فإذن هاي الحرية اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس